في محافظة البيضاء أصيب طفنه في الثانية عشر من عمره برصاص ميليشيا الحوثي والمخلوع في مدرية القريشية بقيفة رداع هذا ووصلت الميليشيا قصف منازل المواطنين وممتلكاتهم في مناطق الزوب ولقاح وصرار بالمدرية وذكرت لجنة التهديئة أن الميليشيا تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف الأحياء السكنية وحجدة عزيزاتها في عدد من المواقع لا شيء تغير في محافظة البيضاء وليست فقط مواقع المقاومة من ترزح تحت قصف الميليشيا بل حتى القرى الآهلة بالسكان تواجه نفس المصير في عدة مديريات ففي مديرية الزاهر الحميقان تواصل الميليشيات الانقلابية قصف القرى ومواقع المقاومة في مناطق الحبج والأجرد والضرفة وسوداء غراب مع السمرار الحشود العسكرية إلى مواقع الميليشيا بعد عجزها عن التقدم في هذه الجبهة وفي مديرية ذي ناعم لا يختلف المشهد كثيرا حيث تعرضت المساكن في مناطق يفعان وصباح وطياب للقصف في حين يسقط من يوم لآخر جرحى من السكان وتقع خسائر في الممتلكات على مقربة من مديرية القريشيا كيف ترداء تكثف الميليشيات القصف على مناطق نوفان وعيشما في بلاد آل الجوف كيفة بغية استعادة السيطرة على هذه المناطق التي دحلت منها في وقت سابق في لحظة تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية للتقدم نحو حدود مأرب الحال كذلك في جبهة الوهبية والعبدية المناطق الحدودية بين محافظتي البيضاء ومأرب حيث قصفت الميليشيا المتمركزة في الوهبية بمديرية السوادية مواقع المقاومة في مناطق كرن والعبدية بين البيضاء ومأرب بمختلف الأسلحة الثقيلة كل هذا التصعيد الميداني للميليشيا في هذه المحافظة واستمرار خروقاتها بحسب مصادر تجعل المقاومة ترد على تلك الخروقات في إطار ما اسمته حق الرد